إسرائيل كما تعلم تتعمد خرق شروط الهدنة بشكل واضح على مدار الساعة قتل، اعتقال، تدمير، استيطان، وانتهاكات هنا وهناك فما قيمة الهدنة في ظل استمرار هذه الخروق أم أن الخروق هي جاءت لعجز إسرائيل ربما عن حسم المعركة تتخبط من خلال هذه الخروق وتحاول تسجيل انتصارات أيضا من خلال هذه الخروق انتصارات وهمية هنا وهناك يعني بشكل عام أستاذ الحالة ما فيش هناك هدنة ما فيها مفاشي اختراقات هذا الأمر حدث حتى في كل جولات الصراع السابقة سواء في 2008، 2009، 2014، 2021 وبالتالي هذا جزء رئيسي من المسألة لكن بشكل عام هناك على ما يبدو التزام إسرائيل ليس حبا طبعا في حماس وليس حبا في الفلسطينيين جزء أنه مرتبط بعدم انهيار الهدنة وبالتالي فشل تسليم الرهائل لدى حركة حماس لكن بشكل عام فواد الهدنة لإسرائيل عديدة جزء منها متعلق أولا باستعادة الرهائل خاصة كما قلت قبل قليل في ظل فشل زريع عسكري في القيام بهذا الأمر من خلال قوى العسكرية ورأينا ذلك خلال الفترة الماضية الأمر الآخر يمنح إسرائيل فرصة للتقاط الأنفاس سواء كان سياسيا أو عسكريا وافتراجه عن حفة الهوية والنزول من فاقة الشجرة فيما تعالق بهذه المسألة أيضا يمنح حكومة نتنياهو قدرة على محاولة تعبئة الرهائل العام الداخلي قد يكون مرة أخرى سواء باتجاه مزيد من إطلاق صراحة الرهائل أو حتى باتجاه الحرب وبالتالي هناك فاوات كبيرة جدا لإسرائيل بالنسبة لحاجة المقاومة الفلسطينية والفلسطيني طبعا هي مسألة مهمة جدا أولا توقف المعاناة الإنسانية نتكلم النهار دا على آلاف القتلى آلاف الشهداء حتى هذه اللحظة ونصف قطاع غازة دمبر بشكل كامل لنحطة بابري السكنية وبالتالي هناك حاجة لهذه المسألة الأمر الآخر مرتبط أيضا أن تستعيد المقاومة عنفاسيها بشكل أو بآخر تعيد ترتيب صحفها سواء كان لاستئناف القتال مرة أخرى إذا أصرت السلطيني إسرائيل على ذلك أو حتى للدخول في المفاوضات متعلق بوقف واطلاق النار أيضا تعطي فرصة أيضا للوسطين الإقليميين كي يضغطوا على هذه الأطراف كي يسحبوا فتي الأزمة وبالتالي دخول في فترة عدم التصعيد وقد تفضي بشكل أو بآخر لوقف دام لإطلاق النار ثم الخروج من هذه الأزمة التي هي مستمرة على الأقل منذ شهرين حتى الآن شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من إضاحات أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جون هوبكنز الأمريكية دكتور خليل العناني كنت معنا من واشنطن